السلام عليكم اخواتي اخوتي وكل متتابعي قناة هيوتا فكذا يرين لبس عليكم مزيانين اليوم كما قلت في الفيديو سنشارككم عراضة بصيطة العائلة الزوج ديالي سنشاركها بكل تفاصيل اتمنتنا الاعجاب لكم واذا اعجبتكم لا تنسوا لايك وتعليقاتكم وكذلك اذا اعجبكم هذا الفيديو سنضلكم فيديوهات ممتي لانتا عراضات هاك اليوم عرضتي هذه البصيطة سنضير فيها الحم يعني بالبرقوق بدك الشي ديالو ومبعد سنضير الشربة ديال السنتر اللي معروفة بها الجهة الشرقية كنضيروها في العراضات في المناسبة يعني كتجي هائلة ومع صليطة مع فليفلا يعني حاجة بالسيطة ونتمنى نكون خفيفة على قلبكم اول حاجة قدينا نبديو بها هي قدينا نصبوا اللو واللحم اللحم يعني اخذي تقريبها حسب جوج ديال الطباسة الكيمياء حسب جوج ديال الطباسة نغسول ومقتر ما تخليوش في دك المديالي يكون ناشف سنحتاج مائه تقريبا واحد اربع ديال المعارق نتعق صبور ومع الدنوس مقطعين في التوابل سنحتاج فلفل اسود الملح فلفل احمر القرفة زنجبيل والخرقوم واحد ثلاثة ديال البصلات يكونوا مقطعين واحد ثلاثة ديال الدروسن تعتم لابيتهم و بالنسبة للخضر هذا الخضر سوف نصب بهم السلاطة ديتهم يتفوروا حسن ديت البطاطا والجازر واللو بيشعره حسن لا تدروا كل شيء تسلق بوحدها كي يأخذ لكم ذاك شيء بزفن السوالح والربوج و يحتفظوا بالعناصر الغذائية و لا يترونوا دعوهم يطيبوا لن يوجدوا شرمولا للحم في واحد الايناء قدرت القصبور ومع الدنوس قدرت الملح عينكم ميزانكم ملقة كبيرة للزنجبيل ملقة كبيرة للخرقوم البلدي ملقة كبيرة او نصف ملعقة للقرفة ملعقة للفلفل احمر و رأس ملقة للفلفل اسود ندروا واحد زلافة صغيرة جلمة ندروا واحد اربع كاس كي تخلطنا في هذه الشرمولا و نخلطوه مزيان ذاك اللحم ندوزوه كامل في هذا التوابيل ندوزوه كامل و ما حل مرقتوه في هذا التتبيل لكي يجيكم الجيد ندرتوه في الكوكوت او الطنجرة اللي غادي نطيب فيها وهذه الشرمولا ما نستغنى وشي عليها غادي نستعملوها من اللي درتوه في الكوكوت خليتو يتقلى مدة عشرة دقائق من اللي كي تقلى من اللي كي تقلى تضيفوه هذه البصلة وهذه التوم و تجعلوها عاود 1-5 بقائق اخرى هذه البصلة حتى هي تدبع اما هذه الشرمولا اللي بقتنا نضيفو عليها الماء ما نستغنى وشي عليها هي اللي كنقدر بها اللحم تقريبا حتى تغطو عليه المهم و سوف تسدو على اللحم كي يطيب على جانب كي ماشتو بها الطريقة هذي نبلع عليه الكوكوت و نخليه يطيب بالنسبة المرافقة نتعل الحم عندي هنا البرقوق قدرتو في كاسرونة بوحده باش كي يتسلق و عندي المشماج حتى هو قدرتو في كاسرونة بوحده قدرت له الماء باش غادي يتسلق نخليوهم يطيبوا تقرب يدخل لهم التياف و عندي كذلك السفرج اللي نقعته و غسلته و قدرتوه في كاسرونة و حتى هو سوف تسلق قدرتوها في حجم شوية كبير المشماج من اللي يطيب له الطياب صافي قدرت له واحد تقريبا تلت مع القضيال السكر و قدرته على نار مهيلة حتى كي تعسل حتى كي يوقف و ذاك البرقوق حتى هو مليطة قدرت له واحد زج مع القضيال السكر و معي القضيال القرفة و نخليه يتعسل المشماج لا تقريب له القرفة حتى لا يتغير لونه بالنسبة عندي كذلك اللوت سلقته و قشرته و نشفته و درته في مقلة فيها شوية الزيت و نقليوه على زيت باردة و نقليوه حتى يتحمر و يولينا بهذا الشكل سفرج اللي كذلك من اللي طاب و درت له سكر و حتى تلت مع القطاع السكر و رضيه يتعسل من اللي يتعسل بهذا الشكل كنت دوزوه هنا واحد الفكرة لازم هرمش و دوزو فيه هكا تغمدوا فيه هذا السفرج لهذه فكرة تزينوا بها الأطباق ديالكم تجيزوينه بحال كي يجي السفرج المشوك هذي حتى التالتة لعدك تصاوبوها دركي كنمشي و كنوجدو الشربان تعلصان الطير بزيف اللي كيستغربوه كنت دجا قدمتها لكم بوحدها من قلت لكم كنديروها لعراضات و كنديروها حتى في المونح سعبات بزيف اللي كيستغربوه هكا في الجهة الشرقية عندنا معروفة هنا استعملت اللحم و هذك العظم مضحكوش عليا كيقولك البننا في العظم هذك العظم هكيك خليتهم يعني كنا استعملهم في الحريرة هذي هو يجتع البويون كي يعطي بنا عندي هنا خمسة ديال اللي حبت منتع الطماطم قشرتهم و قطعتهم عندي حبة ديال البصلة غي واحدة عندي شوية ديال الحمص اللي قشرته و قسمته على زوج عندي واحد 6 ديال اللي معارق خمسة ديال اللي معارق و مع دنوس و شوية ديال الكرافس في التوابيل سيحتاج فلفل اسود فلفل احمر ملح شوية ديال الكروية فلفل زنجبيل والخرقوم و سنحتاج شوية الحلبة و سنحتاج الشربة سنستعمل هذي الباكي و تخدمي واحدة زلافة اخير رابي كنا اخذوا المولينيكس كنديروا فيها هذيك البصلة كاملة و كنديروا فيها القصبر مع دنوس و الكرافس ما تكترش الكرافس غي شوية و كنديرهم واحدة زلافة ديال الماء و كنتحنهم كامل 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 بهذا الشكل هذا نتحنهم كنديرهم في الكوكوس كنضيفوا عليهم ذاك الحمص و كنضيفوا عليهم ذاك اللحم و منساش ذاك العدم و كذلك غادي نضيف شوية ديال الحلبة هذي الحلبة كتبقى اختيارية انا دجال الفيديو اللي اعطيت لكم قدرت فيه حتى الفول و بالصح ديال في مكان بغش نكتر فيها هذو القوام قدرت الملحينكم و ميزانكم ملقة كبيرة ديال سكين جبير راس ديال الملقة فلفل اسود ملقة ديال الخرقوم و نصف ملعقة ديال الكروية كروية رها معروفة توابل ديال الحريرة نصف ملعقة ديال فلفل احمر راس ملعقة ديال الكبابة كبابة ديال كروية معروفة واحد زوج معلقة ديال الزيت و نخلطه بالنسبة للخرقوم انا عندي مخلط مع الزعفران يعني باش تشوفوا على هذ اللون نخليهم يتقلوا كي يتكلي غلاو هذو كل المواد اللي درنا مي كنشوفوها غلاو قعد كنضيفو الماء على حساب هكا تتعمروا الماء و تتخليوها الطيب هنا الحمطاب كما راكو تشوفو هذي نضيف له واحد زوج معلقة سنيدة حتى كي طيب قعد كتضيفو زوج معلقة سنيدة او معلقة لأسل و تتخليوها حتى يوقف حتى يتجمر والشربة ها هي طابت حتى هي تلقاو الحمص والحم طابو تضيفو زلافة ديال الشربة و تضيفو تكونو موجة للمطايب يكون عندكم المطايب في المقراش باش هي الحقش الشربة في الساعة تشرب اذا شربت تزيدو لها المطايب يعني نديرو اتنسيون اخر حاجة نضيفها هي ملعقان نضيفها ستخليوها حتى الاخر سوف تصدو عليها مرة مرة تحركوها حتى تشوفوها طابت هنا سنضيف الفلفل الفلفل كل شيء يعرف له الفلفل شويته و قشرته سنقطعه مربعة هو والطماطم من اللي قطعه مربعة درتهم فقلة درت فيهم شوية ذيال زيت الملح البزار والكامون و سنضيفهم يطيبوا و التوم ما تنسوش التوم في الفلفل و غادي نخليوهم يطيبوا بالنسبة اخواتي للسلاطات وجدت سلاطة ورق هكا غسلتها و قطرتها وجدت الخيار هكا دوائر البصل والطماطم هنا عندي اروز اللي سلقته و قطرته مع الزيتون مقطع غادي نحتاج معهم كذلك الدرار نحتاج المايونيز دونا هذا الجزر اللي فورته و قطعته مربعة صغيرة بعد ما تفور كمشته يحافظ على اللون جياله و حسن ما تسلقوه اللو بيان نفس الشيء حتى هي مفورة البطاطاته هي مفورة و قطعتها مربعة صغيرة و دائما فوروهم بشوية الملحة هنا عندي البيتراف البيتراف صفرته شوية في الكوكوت صغيرة و قطعته يعني من تسلق قطعته اللوز جيالي راه محمر الفلفل جيالي صافي راه طايبة و راه واجدة اللي بغا يدير التحمير راي يدير التحمير راح نخليناها هاكا شنو باقي الندابة نشوفو الشربة جيالنا راه هاكا طيب مرة مرة نحركوها و يمسفرج راه مأس سفرج راه مأسل المشماش راه مأسل شنو اخر البرقوق حتى هو راه مأسل كي مشتو قعد تفتلهم واللحم جيالي حتى هو طعب وجه محمر و مجمل هذا هو طعب سوف نقوم هذه السلاطة يلا هون سوف نقومها سوف نأخذ الزيت نقوم بتقريبا 1 زجد بيعان قطاع الزيت شوية 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 هاكا غسلة ورق اللي نجعلها حتى نقومها لكي لا يستطيع دائما هذه نقومها في بالكم نقوم بتقوم كذلك الخل شوية 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 نقوم بحق نقوم بحق نقوم بحق ونقوم بحق لا يستطيع من قطاع الزيتون ايضاً لا يكون ما يكون مكونجلة يكون طريق مع الناس نمشي ونقوم الروز نضير واحد اليناء نضير فيه ذاك الروز مع الزيتون نضيفو عليهم المايز واللدرة هكا نضيفو عليهم ما غد نضيفو نضيفو عليها كذلك الزيت جيال هكا نزلوها هكا اه شنو باقي غد نضيفو عليها كذلك المايونيز نضيفو 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 معلق الزيت هكذا يعني اعرفو كيف تقوموا الارز المايونيز لا نضيفو الكثير من المايونيز لأننا لا يأتينا معجين و الخل تقريبا نضيفو انتم دائما من ترونو السلطان انتم تضيفو نضيفو نضيفو و نضيفو كل شيء نضيفو و تنضيفو اموركم و توجدوو ذلك الشيء بكري اهم شيء انك يعني انك تدارين شعرات و توجدو اموركم بكري باستن ترونو و تنضيفو نضيفو ثم نضيفة مننا ومننا وفي ذلك الخيار لا تشور بسل لنزينهم مع الأطراف كما رأيكم تشوفوا دعوين الخيار قمت بسل و شوية طماطم و يتم اطباسها و لا يوجدون كما تشتوا يأتي بزوينين و يكونوا منوعين فيهم كل شي نضع لحام و كما تشتوا سفرج من السلقاء قمت بسل لزمهرمش البرقق سيطلو العلفة و زينته بحبيبها يأتي بحلف وكما تشتوا بعدها الطباس الصغير نديروه للرجال والطباس الاخر نديروه للنسم حيث الرجال ما كانش بساف نحط هاداك اللحم يجي رائع جدا نحطو هاداك اللحم و نحطو نديرو معه شوية دي البويون احنا نقولو البويون ولا المعرق هاد شكل هادا نحطة كتكون على حزي عدد افراد الاسرة كما قلتكم انا عندي غير عراضة بسيطة مش كانش الناس بزاف و كان زين بدك البرقوق و المشماش و السفر جلقاء اللي صاوبت كيف مشتو كيجي الطباسي هكا مزين و كيجي زويون هادا هو الطباسي اللي وجدت و غضي نوريكم كذلك انتع ننسى هادا الشربة من بعد ما طابت حتى هي حطتها قدمتها في الطباسي هكا كجي هائلة جدا و كجي بنينة متمنى تجربوها و تنال اعجاب ديالكم هادا الفلفل حتى هو وجدته في الطباسيات ما غادش نقدر نصور لكم احدا الضيوف ذاك الشيء اللي شكن نوريكم بغيف الكوزينة هادا الطباسي اللي وجدته لنسى هتا هو منوع كما راكو تشوفو كيجي المنظر ديالو بسيط و في نفس الوقت كيكون منوع و الالوان كيجي يجي حاجة هائلة و هادا الدسير دسير عادي درت فيه العنب و البرقوق و التفاح و البانان تمنى تقبلو علي على هادشي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وهذه الكيكة العادية اليومية ادرت فيها الشوكولات يعني بالشوكولات الداخل هذا مسمن وشنو باقي هنا هذي حزينة هذي يقولون لها حلوة تسميد هي في شكل البسبوسة كتخفيفة البسبوسة المدقة ان شاء الله نحط لكم الفيديو ديالها راني موجودة لكم فيديو كتجيزوينة وهذه الكيكة هذي ماشي انا اللي ادرتها هذي درتها الأخت اشتركتها الزوج ديالي اللي سبق اللي شاركت لكم معها الطاجين الى عجبتكم نقولها شين هارجي عندي ولا تصاوبها ونشاركها معكم جزوينة حتى هي والبريري ديالاتي وهذا هو كالغوطة بسيطة ركو عارف المدد منك يتقل في الغضاء القوطة خاصة من يكون غائعة الى ديالك يعني ما تكلفش روحك بزاف نتمنى يعجبكم هذا الفيديو انتا اليوم وليقتها راح تلي صوت وارضوا عليها في التعليقات الى عجبكم وما تنسوينيش بلايكاتكم وتعليقاتكم والى اللقاء